وفي الملف الأمني أحبطت قوة مشتركة من اللواء الحادي والأربعين في الحجد الشعبي والأمن الوطني مخططا داعشيا لاستهداف ناحية يثرب الأحزمة الناسفة وبحسب بيان لهيئة الحجد الشعبي فقد نفذت القوة المشتركة عملية أمنية خاصة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ربطت خلالها حزامين ناسفين في منطقة الإشهاب جنوب سامراء وتدخل هذه العمليات الاستباقية ضمن جهد استخباري مشترك بين القوات المسكة للأرض لمنع بقايا الإرهاب من كسب جولة إعلامية مؤقتة للتخطية على كفاف منابعها في جميع مدن العراق